بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معاكم المعلمة أمجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية للصف الدراسي ثاني تأهيلي الفصل الدراسي الثاني المادة المهارات المهنية عنوان درسنا مهنة نادل في مطعم المجال المستهدف المهني المجال المساند المهارات الاجتماعية الهدف العام التدريب على مهنة نادل في مطعم الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب والطالبة مهام وصفات النادل أن يعدد الطالب والطالبة أنواع الزبائن وكيفية التعامل مع كل زبون في المطعم أن يفرق الطالب والطالبة بين أنواع قائمة الطعام أن يتبع الطالب والطالبة خطوات تقديم خدمة لزبون في مطعم قوانين الدرس لهذا اليوم أن أجهز كتابي وقلمي أن أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة طيب الآن نبدأ درسنا السابق كان بعنوان مهنة نادل في مطعم تعرفنا على تعريف النادل وعلى مهام النادل ساعدنا أحمد بقصته القصيرة أن نتعرف على عنوان درسنا لهذا اليوم هيا لنستمع لقصة أحمد مرة أخرى الطالب أحمد تخرج من المرحلة التأهيلية وبدأ أحمد رحلة البحث عن وظيفة وجد أحمد وظيفة بمسمى نادل في مطعم نادل في مطعم نادل في مطعم من هو النادل؟ قلنا النادل هو العامل الذي يقوم بتقديم الطلبات والطعام والمشروبات للعملاء في المطعم مرة أخرى قلنا أن النادل هو العامل في المطعم عامل في المطعم يقدم الأكل والشرب إلى العملاء في المطعم ذكرنا أيضا مهام النادل اللي هو العامل اللي في المطعم اللي يقدم الطلبات ها ماذا يعمل؟ يستقبل الزبون وإيصاله للطاولة المناسبة مرة أخرى أول مهمة من مهام النادل اللي هو العامل استقبال الزبون وإيصاله للطاولة المناسبة زي ما هو واضح معانا بالصورة يرحب يده اليمنى ويوجهه إلى الطاولة المناسبة ثاني مهمة معانا من مهام النادل اللي هو العامل الذي يقدم الطعام والمشروبات ثاني مهمة يقدم قائمة الطعام والمشروبات وعروض اليوم مرة أخرى تقديم قائمة الطعام والمشروبات وعروض اليوم ثالث مهمة معانا اليوم من مهام النادل اللي هو عامل اللي في المطعم العامل في المطعم اللي يقدم طلبات الأكل والمشروبات تقديم طلبات الزبون إلى موظفية المطبخ من هم موظفية المطبخ اللي هو الطباخ يعني النادل يأخذ الطلب من الزبون ويقدمه إلى الطباخ في المطبخ ليعد الطعام للزبائل أيضا لدي من مهام النادل معرفة أنواع الأطعمة والمشروبات ومكوناتها ماذا يعني أن يكون النادل على دراية وأن يعلم ماذا يوجد في قائمة الطعام مثلا يوجد في هذا الساندوش طماطم خس كاتشاب أحسنتم أيضا من مهام النادل تحضير طلبات الأطعمة والمشروبات كيف تحضير طلبات الأطعمة والمشروبات أن يأخذ النادل طلبات الزبائن من المطبخ ويوصلها إلى الزبائن على الطاولة أحسنتم لدي هنا أيضا من مهام النادل اللي هو العامل عامل إيصال الطعام والمشروبات أن يتابع نظافة الأطباق والأدوات والطاولات يتابع ماذا؟ نظافة الأطباق والأدوات والطاولات لدي أيضا من مهام النادل أن يحمل الأطباق غير النظيفة إلى داخل المطبخ حمل الأطباق غير النظيفة من طاولة الزبائن إلى المطبخ أيضا لدي هنا من مهام النادل تحية الزبائن عند مغادرتهم أن يودع الزبائن ويقول زورونا مرة أخرى أريد أن أراكم مرة أخرى الآن سنتعرف على صفات النادل صفات النادل ماذا يعني صفات النادل؟ الصفات هي شكل النادل الصفات هي شكل النادل أولا أن يكون النادل عليه ملابس نظيفة أن تكون ملابس النادل نظيفة أن لا تكون متسخة مرة أخرى أن تكون ملابس النادل نظيفة ثاني صفة معانا من صفات النادل اللي هو العامل الذي يوصل الطلبات الأطعمة والمشروبات إلى الزبائن أن تكون الأظافر قصيرة ونظيفة أن تكون ماذا؟ الأظافر قصيرة ونظيفة زي ما هو واضح معانا بالصورة أظافر قصيرة ونظيفة مرة أخرى من صفات النادل أن تكون الأظافر قصيرة ونظيفة أحسنتم أيضا من صفات النادل اللي هو العامل العامل في المطعم أن يكون مبتسم وبشوش أن يكون ماذا؟ مبتسم وبشوش أحسنتم أيضا لدي من صفات النادل أن يقدم المساعدة عند الحاجة أن يقدم المساعدة عند الحاجة زي ما هو واضح معانا بالصورة لدي عصير مسكوب على الطاولة العصير مسكوب على الطاولة ماذا يفعل النادل اللي هو العامل؟ يساعد الزبائن في مسح العصير يساعد الزبائن في ماذا؟ في مسح العصير أيضا من صفات النادل اللي هو العامل في المطعم أن يضع الفاتورة على المائدة بعد انتهاء الزبائن من تناول الطعام يعني بمعنى عند انتهاء الزبائن من تناول الطعام عند انتهاء الزبائن من تناول الطعام أن يضع الفاتورة على المائدة لدي هنا نشاط السؤال الأول يقول ضع دائرة حول النادل في الصورة الموضحة أمامي ها لنفكر لنفكر مرة أخرى أحسنتم النادل هو الشخص الذي يقوم بأخذ الطلبات من الزبون المحاط عليه بالدائرة الحمراء أحسنتم إجابة صحيحة لدي هنا السؤال الثاني ضع دائرة حول النادل اللي هو العامل في المطعم في الصورة الموضحة أمامي ها أين النادل العامل اللي يأخذ الطلبات اليمين واليسار ها لنفكر لنفكر أحسنتم اليسار المحاط عليه بالدائرة الحمراء السؤال الثالث يقول ضع دائرة حول النادل في الصورة الموضحة أمامي ها أين هو النادل؟ قلنا النادل هو العامل الذي يقوم بإيصال المأكولات والمشروبات للزبائن أين هو النادل؟ أحسنتم النادل هو المحاط عليه بالدائرة الحمراء أحسنتم لدي هنا سؤال من صفات النادل من صفات النادل أن يكون غاضب أو مبتسم ها ماذا قلنا؟ غاضب أو مبتسم أحسنتم أن يكون مبتسم لدي هنا سؤال ثاني من صفات النادل قلنا أن تكون أظافرة طويلة زي الصورة اللي وابحة فوق أو أظافرة قصيرة ونظيفة ها صفات النادل العامل في المطعم تكون أظافرة طويلة أو قصيرة أحسنتم أن تكون أظافرة قصيرة ونظيفة أيضا لدي هنا سؤال من صفات النادل ها أن تكون ملابس نظيفة أو ملابس متسخة ها لنفكر لنفكر ماذا قلنا؟ النادل هو العامل تكون ملابس نظيفة أو متسخة أحسنتم أن تكون ملابس نظيفة انتهت أنشطة الدرس لهذا اليوم التوصيات علينا مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب والطالبات وتبسيط الأهداف لهم إذا احتاج الأمر التركيز على رفع مستوى الدافعية كما علينا خلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولي انتهى درسنا لهذا اليوم أراكم بإذن الله في درسنا السأل قادم كانت معكم المعلمة أمجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر